اتنين وتمانين في المية من اللي بيشاهدوا القناة مش مشتركين فيها اصلا ياردت دوسي سبسكرايب واتفعالي جرس التنبيهات وزا ما عجبكيش الكلام ابقل غي اشتراكك بعدين السلام عليكم مساكم الله بالخير و اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معاكم دكتور عصام شومان الحقيقة فيديو النهاردة هو يعني انا باعتبره رسالة ولذلك رسالة وتحذير ولذلك انا هطلب من حضراتكم ويمكن دي اول مرة يعني هأكد فيها على الطلب ده ياريت ياريت الفيديو ده تنشروه على اكبر نطاق ممكن في كل الجروبات كل الصفحات على حساباتكم الشخصية ترسلوه في رسائل لأصدقائكم المهم الرسالة والتحذير دول اتمنى اتمنى من قلبي ان هم يوصلوا لكل بنت ولكل سيدة الموضوع باختصار بدأ مع رسالة برضو كانت جاياري عن طريق الواتساب استفسار من احدى المتابعات وبتقول لي ان هي بتستخدم التركيبة المعروفة للتفتيح وياريت نحط تحت كلمة المعروفة دي عشرات الخطوط التركيبة المعروفة للتفتيح معروفة معناها ان هي حاجة مشهورة وحاجة ناس كتير بتستخدمها التركيبة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سبوتلس ايفا وبيتاديرم سبوتلس ايفا وبيتاديرم سبوتلس ايفا مفيش فيه اي مشكلة كريم تركبته عادية اامنة تقدر انك تروح تشتريه من اي صيدلية او حتى ياسدتي من اي بقالة بم بس يكون اصلي يعني وتستخدمين ان شاء الله لو حتى طول عمرك مفيش مشكلة خالص التركيبة اامنة مفيش مواد ضر لكن المصيبة كلها في البتاديرم البتاديرم ده ايه؟ ده حاجة اسمها بيتاميثازون كورتزون قوي وبتستخدموا بقالها ايه؟ التركيبة دي بتستخدمها بقالها ايه؟ بقالها السنة بتقولي بقالي حوالي سنة ما بين عشر شهور لسنة بستخدم التركيبة دي بشكل يومي يوميا على الله بتحط بيتاديرم اللي هو كورتزون قوي على بشرتها والموضوع موقفش على كده انا بعتت لها بعد كده استفسرت منها قلت لها يعني فعلا انت بقالك سنة فعلا بتستخدمي بيتاديرم سنة؟ فبعتتلي صورة الصورة دي بقى يعني صدمتني اكتر واكتر كمان الصورة دي فيها اسبوتلس وفيها فراند لافلي اللي مفهومش اي مشاكل عادي خالص لكن فيها مع البتاديرم ديرموفيت كلوباترا كناكم ايه ده؟ الديرموفيت ده اللي هو اقوى انواع الكورتزون الموضعي اقوى انواع الكريمات اللي بتحتوي على الكورتزون مادة اسمها كلوبيتاسول ودي نفس المادة اللي موجودة في كريم كلوباترا كلوباترا هو نفسه ديرموفيت بس شركات مختلفة نفس المادة الفعالة الكناكمب ايضا بيحتوي على الكورتزون طيب مبدئيا كده كريمات الكورتزون مفيهاش مشكلة طالما بتستخدم بشرطين بشرطين اول شرط بوصف الطبيب موصوفة من دكتور مفيش مشكلة والدكتور هيوصفها لحالات معينة لمشاكل جلدية معينة غالبا بتكون مشاكل التهابات حادة والدكتور بيوصفها لمدة محددة في الغالب بتبقى اسبوع عشر ايام ماكسما بالكتير قوي كحد اقصى اسبوعين مش اكتر من كده مش اكتر من كده ليه؟ لان فيه اضرار جانبية خطيرة جدا 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 لاستخدام الكورتزون لفترات طويلة استخدام كريمات الكورتزون والمستحضرات الموضعية اللي بتحتوي على الكورتزون لفترات طويلة له اضرار خطيرة جدا والاضرار دي مش بس على الجلد الاضرار دي مش فقط على بشرتنا وعلى المناطق اللي احنا بندهن فيها الكريمات دي لا الاضرار دي بتمتد كمان داخل الجسم بتأثر كمان على الاجهزة وحاجات مهمة جدا داخل جسمنا طيب من غير كلام كتير انا هوريكم صور والصور دي مش من عندي الصور دي هسيب لكم كده رابط في صندوق الوصف تحت الفيديو لبحث ومقال علمي ودراسة كاملة عن الموضوع ده فيها الصور اللي حضراتكم ما تشوفوها دي الصور دي للاثرار الجانبية الشائعة لاستخدام الكورتزون بشكل سيء للميس يوز استخدام الكورتزونات الموضوعية بشكل سيء لفترات طويلة خلونا نشوف الصور دي ترجمة نانسي قنقر بعد ما شوفتي الصور دي هل انت عندك استعداد عشان تفتحي بشرتك؟ يحصل في بشرتك حاجة من المشاكل دي؟ هل انت عندك استعداد يظهر في بشرتك حبوب وانت بشرتك ربنا الحمد لله يعني جعلها صفية وما فيهاش حبوب تقومي انت بايدك تمرضيها وتجلبيلها حبوب؟ هل انت عندك استعداد بشرتك يحصل فيها ترقق في الجلد؟ فبسهولة جدا لما تتعرض لشمس او لضوء لان بتزودي حساسيتها للضوء بسهولة جدا يظهر تصبغات وبقع اكتر من الاول يبقى انت اساسا انت اساسا بتستخدم التركبات دي عشان تفتحي بشرتك تقومي نكساها ومسببها ظهور بقع وتصبغات في بشرتك؟ هل عندك استعداد يصر شعر زايد جدا في بشرتك او في جسمك لو انت بتستخدمي الحاجات دي كمان على جسمك؟ هل عندك استعداد لكده؟ هل عندك استعداد ان تظهر مشاكل زي نقس التصبغ مش بس فرط التصبغ؟ يعني مش بس ان تحصل تصبغات ده ممكن يحصل نقس التصبغ يعني ايه نقس التصبغ؟ تبقى عاملة زي الناس المريضة بالبهاء يبقى ربنا مديك جلد صحي ومعندكيش مشاكل وتصيب نفسك بالبهاء تصيب نفسك بالفطريات والتانية تصيب نفسك بالوردية بحمرار الجلد وظهور الاوعية الدموية وتوسع الاوعية الدموية تحت الجلد تصيب نفسك بالستريتش مارتس وعلامات تمدد الجلد والخطوط البيضة يبقى انت معندكيش كل المشاكل دي وانت اللي تسببيها لنفسك بسبب انك بتجري ورا حلم التفتيح ليه؟ ليه؟ والموضوع مش بس متوقف على كده ده انت كمان ممكن تصيب نفسك بمشاكل جهازية يعني داخل جسمك انت ممكن انت عارفة ان استخدامك للكورتزون الكريمات دي لفترات طويلة ممكن يجيب لك السكر بعيد الشر عارفة ان حاجة زي كده ممكن تحصلها عارفة انك ممكن تسببي مشاكل في الغدة النخمية اللي هي الغدة المسيطرة على هرمونات جسمنا كلها عارفة انك ممكن تعملي كده عارفة انك ممكن تجيب لنفسك مرض لقدر الله حاجة اسمها كوشنك سندروم اللي هو الوش اللي بيبقى متورم والجسم المتورم ما انت بتستخدم الكورتزون ما هو استخدام كلمات الكورتزون لفترات طويلة وبأنواع قوية ده كأنك بالضبط بتاخد الكورتزون عن طريق الفم برضو لفترات طويلة نفس الفكرة ما هو هيوصل للدم برضو هيوصل للدم فالوش اللي بيسموه مون فيس او وش الامر ده اللي هو بيبقى يعني المية محتبسة تحت الجلد فالوش ينتفخ والجسم ينتفخ هشاشة في العظام مشاكل في ضغط الدم يحصل ارتفاع في ضغط الدم مشاكل في المناعة كمان كل الحاجات دي ممكن تحصل نتيجة استخدامك المفرط للكريمات اللي بتحتوى على الكورتزون مش عارف اقولك ايه مش عارف اقولك ايه لو انت فعلا بتعملي كده اتقي ربنا في نفسك اتقي الله اتقي ربنا في نفسك جسمك ده امانة وجلدك امانة ماينفعش انك تعرضي للبلاء والسودة دي ومش بس الدرموفيت والبتادرم والحاجات دي يا جماعة في حاجات كتير جدا اتأكدوا الكريم اللي بتستخدموه الاول هو عبارة عن ايه زي الالكا مثلا الالكا برضو دي من الحاجات الشائعة جدا في السعودية وفي ناس كتير برضو بيستخدموها عشان الخلطات وتركيبات التفتيح الالكا الالكوم كل الحاجات دي البتادرم الدرموفيت كل الحاجات دي اللي بتحتوى على الكورتزون ماينفعش اللي احنا نستخدمها من غير وصف طبيب وماينفعش اللي احنا نستخدمها ابدا لفترات طويلة تتعدى الاسبوعين تمام يا رب اتمنى الرسالة دي توصل لكل الناس واتمنى الرسالة دي توصل لكل البنات ما نخطرش عشان حلم التفتيح لون بشرتك الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيه ما بيتفتحش التفتيح بس يكون للتصبغات للبقى على الاسمرار الغامق عن لونك الطبيعي وبعد ما تستشير الطبيب او الصيدلي وتتأكدي ان المستحضر اللي بتستخدميه مستحضر امن مستحضر مفيهوش كورتزون شكرا ونشوفكم دايما على خير باذن الله في امان الله اشتركوا في القناة